السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أبنائي وابناتي طالبات وطالبات وطلاب الصف الأول الثانوي معدنا الإسبوعي معكم مستر إسماعيل معروف في هندسة الصف الأول الثانوي إن شاء الله هنكمل خدناه آخر حاجة كنا آخر حاجة شرحناها بعض نظرية تاريس نهاردة نخش للدرس التالت اسم منصفة الزاوية والأجزاء المتنسبة طبعا بالراحة كده بنتكلم على منصف الزاوية في المسلس إحنا بنتكلم عن هندسة داخلنا على درس جديد إحنا خلصنا نظرية التاليس دلوقتي بنكمل بقى المنهج الحمد لله فاضلنا ثلاث دروس بس وامتهينا من شرح منهج الهندسة كله يوم الخميس في المنصة بتاعتنا تعالى نشوف مع بعض الدرس التاليس بتتكلم عن إيه بيقولك لو أنا عندي مثلس أي مثلس اسمه ألف بهجيم مثلس اسمه ألف بهجيم المثلس ده طبعا ليه زاوية رأس اسمها ألف ودي زاوية به ودي زاوية جيم لو أنا نصفت زاوية رأس المثلس ده نصفتها من الداخل نصفتها يعني قسمتها زاويتين قد بعض بمنصف المنصف ده قسم القاعدة ما قلتش نصف القاعدة قلت قسم القاعدة ولسه هسألك كمان شوية امتى ينصف القاعدة حيارة براحة كده وكان المنصف ده نصف الرأس استفاد من كده إيه إن المنصف ده لما يخرج من الرأس وينصفها هيقسم القاعدة الجزئين من هما الجزئين الحتتين يعني الحتة الأولى أو الجزء الأول بق بق دال والجزء الثاني دال جيم هل في علاقة من الأجزاء دي والأضلع دي طبعا الدليل لما كنا في المرحلة الطف الثاني الإعدادي كان بيقولي لو عندي مسلس متساوص ساقين مسلس متساوص ساقين منصف زاوية الرأس ده كان نتيجة في سنة ثانية عدادي منصف زاوية الرأس في المسلس المتساوص ساقين كان بينصف القاعدة يعني بيخلي القاعدة بيقسمها جزئين زي بعض النهاردة احنا بقى في سنة ثانية في أولى سنوين فبناخد النظرية بأعمق شوية أكبر شوية إن لو المسلس بتاعي ده ما كانش مسلس متساوص ساقين أي مسلس وليكن زي المسلس اللي قدامي ده عندي قالب به واضحة زي الشمس قدامك صغير والضلع ده جبير طب لو أنا نصفت زاوية الرأس دي إلا هيحصل بمنصف قالك إذا نصفتها بمنصف المنصف ده هيقسم القاعدة الجزئين النسبة بينهما بتسوي النسبة بين الضلعين ثاني إذا نصفها زاوية رأس في مسلس إذا نصفها زاوية رأس في مسلس من الزاوية الداخلية كمان شو هيقولك الزاوية الخارجية بس نحن نلوقتي بنقول إذا نصفها زاوية رأس المسلس من الداخل والمنصف ده هيقسم القاعدة لحجزئين النسبة بين الجزئين بتسوي النسبة بين الضلعين أو كنا في أولى كنا في تانية أعدادي لو الضلعين بيساوا بعض يبقى الجزئين بيساوا بعض معنى الكلام ده إن في علاقة بين الأضلاع والأجزاء لما يكون مسلس متساوص ساقين فقط يبقى لازم الجزئين ده بيساوا بعض شيء طبيعي لما يكون فيه جزء صغير وجزء كبير أكيد برضو ضلع صغير وضلع كبير أكيد هيبقى فيه جزء صغير وجزء كبير بس الدنيا مستهيبة كده إحنا عاربنا ندرس رياضيات وهم عاملنها وسابتوا نظرية إيه النظرية؟ إن إذا نصفها زاوية رأس المسلس يعني لو عندي ألف ده ده كان بينصف زاوية ألف في المسلس ألف به جيم زاوية ألف الداخلية أستفاد من كده إيه؟ إن لو جبت النسبة من الضلعين يعني أسمت الضلعين المسكين الزاوية زاوية ألف الضلعين المسكينها ألف به وألف جيم لو أسمت ألف به على ألف جيم هتسوي الجزء ده على الجزء ده يعني هتسوي به دال على دال جيم النسبة بين الضلعين بتسوي النسبة من الجزئين النسبة بين الضلعين بتسوي النسبة من الجزئين ده الكلام ده إنت إذا نصفها زاوية رأس المسلس هتقسم القاعدة الجزئين النسبة بينهما بتسوي نسبة من الجزئين بقررها كذا مرة عشان دي نظرية مهمة جدا والعكس صحيح يعني همستر العكس صحيح يعني لو كان مديك الدلعين ومديك الجزئين ولقيت النسبة من الدلعين بتسوي نسبة من الجزئين استنتج من كده ان قالف دلده هنسمي ايه في الرياضة منصف لزاوية المسلس تاني اذا كان النسبة بين الدلعين بتسوي النسبة من الجزئين يبقى قالف دلده هنسمي ايه منصف كلمة العكسي انا شرحها بالتفصيل كمان شوية. مستحب انت وانت بتشرح من دلوقتي كنت عملت وقلنا اذا نصفها زاوية رأس مسلس من الداخل او من الخارج ايوة. اللي شرحتها من شوية دي كانت من الداخل. طب يعني كلمة من الخارج بقى تعال نشوف. لو انا عندي مسلس زي ده كده اهو. وكان عندي زاوية الرأس الف دي انا هعمل لها زاوية خارجة. زاوية خارجة انت عارف ان همد الضلع ده على استقامته. لما همد الضلع ده على استقامته الف بجيم هنمد الضلع ده على استقامته. هيعمل زاوية هنا اسمها زاوية خارجة. الزاوية الخارجة دي عايزة نصفها بمنصف. عايزة نصفها. انصفها بمنصف خارجي. لو هنصفها بمنصف خارجي يعني اقسمها نصين. خدت بالك من حاجة اه المنصف ده مستر لو امتد. هيبقى الشعاع جيم بيه هيمتد معاه. وهيتقابله برا. تاني تاني المنصف الخارجي ده. لو قسم زاوية رأس المسلس قلب بس من بره. دي اسمها من جوه. اهي من جوه اهي. اذا نصفها زاوية رأس المسلس من الداخل. او من الزاوية الخارجة لها. يعني من الخارج. المنصف الخارجي ده هيقسم القاعدة الجزئين. مستر يعني ايه قسم القاعدة الجزئين وهي بره. اقول لك وقلت الكلام ده قبل كده تاني ونقوله تاني النهاردة. القاعدة نفسها بيهجيم. لو انا قلت لك عايز اجيب طول بيهجيم. ايه هم الجزئين اللي يجيبولي بيهجيم. اللي بيفهم ما يقولش بيهجيم. لان انا انا معرفش بيهجيم. انا عايز حتتين من خلالهم نجيب بيهجيم. اللي يقول لي يقول لي يا مستر بيهه وجيمه. هيهجيم وبهجيم. الجزئين دول لو طرحتهم بعض يديني بيهجيم. معنى الكلام ده ان بيهجيم دول من هم الجزئين بتوعه. من هم الجزءين اللي من خلالهم قادرة بيه جيم يقول li به جيم هي أهم دول بنسمونه جزئي القاعدة وده زالية يقول gegangen المنصف ده قسم القاعدة بس ببرة تقابله برة على امتداد الشوعاب به جيم يبقي معنى الكلام ده لما يكون منصف خارجي أدام هو منصف خارجي المثلث ينصف زوية الخارج وهي المثلث يبقي أكيد هيقابلة القاعدة خارج Ideal أكيد هيقسمها من خارج المثلث معنى الكلام ده أن القاعدة به جيم دي هي تقسمت لجزئين به جيم به هى وجيم هى قالك النسبة بين الجزئين بالتسوي النسبة بين التلعين لو خدت بالك ده الجزء كبير وده الجزء الصغير وفعلا كان هنا ده الضلق الكبير وده الضلق الصغير يعني النسبة بين دلعي الزاوية والقلب yeah على إلف جيم هتسوي النسبة بين الجزئين اللي هي به هى وجيم هى أشكره يبقى إذا هنصفها زاوية نقولها واعيدة بقى? إذا نصفها زاوية رأس مثلث أو الزاوية الخارجة عند هذا الرأس قسم المنصف القعدة إلى جزئين النسبة بينهما بتسوي النسبة من الضلعين النسبة بينهما بتسوي النسبة من الضلعين والعكس صحيح لو كان الجزء ده على الجزء ده بيسوي الضلع ده على الضلع ده استفاد من كده انت بينصف الزاوية من عام الخارج مستهر ان افاهم نص نص كده انا كل gone انته من حضرتك ان لما بيبقى عندي منصف زاوية رأس في مثلث بيعمل في القعدة بيقسمها جزئين وفي علاقة في تناسب زي ما كنا بناخد تناسب قبل كده أشكرك أنا مش طالب منها غير كده تعالي نوضح الدرس كويس جدا من خلال المثال التاني نيجي يقولك في الشكل المقابل ويديني شكل حلو زيك كده اهو مثلث جميل اهو أنا بحاول ما رسموش مثلث متساوي السقين عشان تبقى واضحة قدامك قلب به جي مسلث الدرق ده 6 سنتي الدرق ده 4 سنتي وحن تستطيع ان هو متساوي السقين تاني لو قال لي ان هو متساوي السقين أنا كده رجعت للصف الثاني الاعدادي مسلث متساوي السقين يبقى منصف زاوية الرأس بينصف القاعدة وعمودي على القاعدة أما احنا في سنة أولى سنوي لما يقول لي منصف زاوية الرأس في المسلث المتساوي السقين يعني عندي ألف ده ده بينصف هو دي كاتب كده في المعطيات ألف ده بينصف زاوية الرأس ألف وكم تديك بهجين كلها على بعض 5 سنتي بهجين كلها 5 سنتي يبقى المعطيات في المسألة دي في الشكل المقابل ألف بهجيم مسلس طول ضلع المسلس ده أربعة طول ضلع المسلس ده ستة طول ضلع المسلس الثاني خمسة. عايز يا مستر عايز الجزء به ده البكام وده الجنب كام. طب إيه المعطيات اللي عندي مكتوبة عندك في المعطيات هو إن ألف دال يمنصف لزاوية ألف أو ألف دال ينصف زاوية ألف في المسلس ألف بهجيم. هل الكلام ده خدناه قانون؟ آه خدناه قانون. القانون بيقول إيه إن أك أنا عندي منصف زاوية رأس يبقى النسبة من الدلعين بتسوي النسبة من الجزئين. فين هزاززاوية أي زاوية ألف. من الأطلع ع YongziaZoee ألف أكيد هبدأ أقول ألف. ألف با والفجيم. ألف با على ألف جيم. هتسوي النسبة من الجزءين يهو بهدل على دال جيم. بهدل على دال جيم. تعال أنا عود. ألف با عندك اه يا مستر باربعة ألف جيم عندك اه يا مستر بستة طب أبدأ عندك بهدل. لأ عندي دال جيم لأ. عايز أجيب كل واحد منهم، أنا أحلل المسألة للطريق دين، ليه؟ عشان أوريك إنك لو عارف خواص التناسب، قد إيه المسألة تبقى بسيطة وسريعة وسهلة وجميلة جداً؟ بيقولك بيهدل عدال جيم بتسوي أربعة عالستة، لو أنا بسط، هقول بهدى. أ mister ROA بحبهاش. أحل بيها. بتسوي اثني Generasi機ي VS. Бسطت النسمة. على اثنان فائلة اثنان. على اثنان فائلة أثنان. عندي بهدى الجيم تسوي اثني Generasi وثائنا التي تمكنготовلها في وجود ante latter. أنا عاية بهدى اللي واحدها. ودى الجيم لوحدها. ممكن أحل began by thecribed a desire, وبطريقة الثانية إعدادية وطريقة الثالثة إعدادية وممكن بطريقة الثالثة أول سنوية. أي طريقة إعجابك هتحل بيها. تعال اشوف أول طريقة. يقول لي يا مستر ابيهدال على دالجيم هده عندي رمزين. واحد يقول لي ممكن اشيل بهدال ده وحط مكانه خمسة زي الدالجيم. ليه ابني اعطيه كده عشان يبقى المسألة فيها رمز واحد وعمل مص. اشكرك ممتاز. طريقة زي الفل. واحد آخر يقول لي ايه رأك يا مستر لو نقول بهدال ست ابتدائه لدالجيم الى المجموعة. هقول لي يا ابن انت قلت الى المجموع هيقول لي يا مستر به ده نسبتها اتنين وده الجيم نسبتها ثلاثة ولو كنت قلت اربعة لستة برضو خد تبقى صح يقول لي انا قلت المجموع لان المعطيات عند المجموع كلها انت بتديني اتضلق به جيم كله على بعضه خمسة يبقى انا معنى الكلام ده انا عندي نسبة المجموع كام خمسة اتنين زائد ثلاثة خمسة طب هو اتضلق نفسه كام برضو خمسة طب لو انا عايز اجيب ده الجيم هعمل ماص ثلاثة في اتنين على خمسة يدي لي ثلاثة يعني اذا من ده الجيم ده بتلاثة طب وبيه ده بكام باثنين خدت بالك من حاجة اه يا مستر الدنيا ده كان صغير جزء بتاعه كان صغير الدنيا ده كبير كان الجزء بتاعه كبير اشكرك تاني يا مستر بحين شن انت قلت ده اقول تاني بالراحة مش عايزنا بسط مش هبسط يعني عشان تبقى واضحة ودامك زي الشمس انا عندي ده بجزءين ده طريقة الستة ابتدائي الصف السادس الابتدائي الرياضة متى ترقومية ماينفعش حاجة تاخدها في اي مرحلة وتنساها ممكن دي نسبة فانا قد تخذت ده اسم النسبة والتناسب في الصف السادس الابتدائي فهقول بيه ده الجيم مكتوب عندي هو الصبور اربعة على ستة طب ايه اللي تعرفوا عن بيه ده وده الجيم اعرف مجموحهم يا مستر اعرف مجموحهم مجموحهم بكام بخمسة لكن ما عرفش كل واحد فيهم فهنعمل خانة جديدة ونسميها المجموح ونجيب مجموح النسبة اربعة وستة كام عشرة طب هو بهد المجموح بتاعهم بكام سنطي بخمسة سنطي تعرف تجيب ده الجيم اه ستة في خمسة على عشر تلاتين على عشر بتلات تعرف تجيب بهده اه اربعة في خمسة على عشر اربعة في خمسة بعشرين على عشر فيها اللي اتنين هي هي طريقة طريقة تانية طريقة قولة سنة وبعد طريقة اللي مذاكر خواص التناسب. خواص التناسب له ليه؟ أن مقدم زائد تالي على تالي بيتساوي مقدم زائد تالي على تالي. يقول لي يا مستر التكلم بالعربي. حاضر يعني البسط لو جمعته على المقاب وسبت المقام زي ما هو. وجمعت البسط زائد المقاب وسبت المقام زي ما هو. النسبة ما ضايرتش. طبعا أنا حلت كذا طريقة. الطريقة الأنسب ليك والأسرع ليك حل بيها. لازم حل بكذا طريقة عشان مخاكي بأواسع كده وتتعلم كل الطرق. تعال نجمع بقى نطبق خصوص التناسب. أربعة وستة كام؟ عشرة وأسيب الستة زي ما هي. طب بهدال زائد دال جيم بكام؟ بهدال زائد دال جيم بكام؟ بخمسة وأسيب الدال جيم زي ما هي. طرف تجيب دال جيم؟ آه يا مستر. خمسة ستة على عشرة يديني تلاتة. الله دراجب ده تلاتة سنتي. طب ده خمسة وده تلاتة. نصبه رموز ونصبه أرقام مفرد اللي ده بيسوي كاف. اللي انت عايز تعمله وعمله. مسألة في منتهى السهولة ومنتهى الجمال. مستر ما عليش براحة تاني. اشرح تاني. عناية. ناخد مسألة تانية على المنصف الخارجي. يقولك في الشكل المقابل. ويديني شكل زي كده. حد خبانه من حاجة. دايما لما جرسم بحب أنا كده. مش قانون ده. بسالة بحب كده. لما جرسم منصف الخارج. بخلي فيه منصف فيه ضلع كبير او ضلع صغير. وبحاول كمان اخليه مسألة منفرج. شمعنا عشان عفرس المسألة من ايه. عشان عارف المنصف من بره. وهقولك ليه حالا لو ركزت معي دقتين بالزبط. هقولك ليه كده اصلا. او انا بحاول ارسمه دي الوقت. منصف خارجي او خليك معي بس معلش. او او. بمدي ذا على استقامته. تعال بقى نرسم منصف خارجي. هبنا عنا المصطقة ي Ьrenceم بيها برضه او. او. انا عنصف الزاوية من الخارج. بنصف الزاوية بتاعتي من الخارج. لو خذت بالك اول ما نصف الزاوية الخارجة دي. هتقابل القاعدة تحت. هتقابلها تحت. هتقابل جيم به. هتقابل جيم به على استقامتها تحت او. لما مدي به جيم على استقامتها. هرسم الشريع اللي اسمه به جيم ده. هيتقابله بره او. او. يجب معنى الكلام ده. ده المثلث بتاعي الألف وهيه جيم. ده المثلث الأصلي. أرستور برجون أحمر اهو. ده المثلث الأصلي. اهو. 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 ده المثلث بتاعي الأصلي. أنا عندي زاوية ألف دي زاوية جوال دي دخلها. إما دي الخارجة الزاوية الخارج جاءت نصاف بمناسف اسمه ألف هيا. المناسف ده يعمل في القاعدة وهيه جيم. هيقسمها الجزئين. من هم الجزئين جدعNA. قال لي يا مستر هجيب بهجيب من خلال هيهجيب وبيهجيب. يبقى النسبة بين الجزئين بتسوي النسبة بين الضلعين. ثاني النسبة بين الجزئين بتسوي النسبة بين الضلعين. يعني همسك الضلعين الزاوية وقول بتسوي جزئين القاعدة. في دي المحتاط يا مستر بيقولك ان الضلع ده تسعة سنتر. بيقولك ان الضلع ده خمسة سنتر. بيقولك ان الضلع ده ستة سنتر. عايز منك كم وهيهب كم وهيهب يجيب. واحد يقول لها مثلا انا بحب افردها سين ودي تبقى خمسة زائد سين اجابة صح اشكرك ينفع مفيش مشكلة انا ما بحبش احجر على دماغ اي طالب كل طالب بيقدر يبدع في الرياضة يبدع اشكرك واحد يقول لها انا بحب اسمي دي سين وهتبقى ده كله على بعضه خمسة زائد سين انا هسمع كلامك او هدام انت قلتلي فيه منصف زاوية رأس في مسلس يبقى استفاد من كده ايه استفاد النسبة بين الضلعين بتسوي النسبة بين الجزئين الضلع ده تسعة خلي بالك انا بدأت بالضلع الكبير يبقى لازم اخد الجزء الكبير لو بدأت بالضلع الصغية تاخد الجزء الصغير يبقى لما انا قلت تسعة على الستة من تسعة وستة دول دول الدلعين اللي مسكين زاوية الف اللي هي تقسمت من بره هتسوي مين هتسوي ههجيم اللي هو سين زائد خمسة على ههبه اللي هي سين اشكرك تعمل الوقتي واحد يقول لها المعصر اشكرك واحد يقول لك نبسط اقول لنا من الاتنين صح يعني انا هاتم المعصر اطهول تسعة سين بتسوي ستة سين زائد تلاتين ستة في سين ستة سين وخمسة في سين خمسة في ستة بتلاتين طبعا من جمع الرموز في طرف تبقى تلاتة سين بتسوي كم تلاتين هنقسم على التلاتة يبقى السين بكم بعشر يبقى انا جبت السين دي بعشر لو كان المدلس عايز مني ههبه كنت هقول له عشرة طب لو عايز مني هه جيم كنت اقول له خمستاشر لان دي عشرة و دي خمسة يبقى كله على بعضه كام خمستاشر دي طريقة واحد يقول له مسلا انا مش عايز افرط سين تتحل طبعا براحتك تعال اوريك بقى ازاي وانا فرطت سين كنت احلها ازاي قلنا القانون بيقول النسبة بين الضلعين بتسوي النسبة بين الجزئين النسبة بين الضلعين بتسوي النسبة بين الجزئين تسعة على ستة بتسوي ههجيم على ههبه نعمل ايه عايز تعملها بستة ازدائق اعمل انا بقى عملها بتقولها سنة وعلى طول هعمل خواص التناسب المعطيات اللي عندك في المسألة بهجيم طب وهي بهجيم ديت عبارة عن ايه عبارة عن الجزء اندول من ضرحة بعض يعني لو طرحت الجزء الكبير نقص الصغير هيديك خمسة يقول لي اه يا مستر تم تعمل كده بس خلي بالك خواص التناسب بتقول اللي تعمله في النسبة دي تعمله في النسبة دي تعاني اشتغلها الاول هطرح لتنين دول مبعض لان المعطيات اللي عنده بهجيم وبيهجيم دي عشان اجيبك وتطرح الجزء اندول من بعض عشان كده هطرح هيهجيم ناقص هيهبه هيديني خمسة واسيب هيه زيه 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 زي ما عملت هنا تعمل ناحت تاني هطرح تسعة زيه الستة كام تلاتة واسيب الستة زيه من يعرف يجيب هيهبه هنعمل مقصة يا مستر خمسة في ستة عالتلات يطلع تلاتين على تلاتة عشر ايه ده الزريعة عشر زي ما عملت هناك من شوية ما طبعا ما قلت لك نفس الطريقة هي نفس الإجابة لازم نفس الإجابة بس انا بفضل الإجابة دي فضل إجابة السنة ودي تخلع لك أسرع وأجمل ومخك أحسن كمان ده كده منصف زاوية رأس مثلس مستر حاول تديني مسألة فيهاش أرقام كده عايزين مسألة فيها إثباتات كده موافق يقول لك مسألة هو في الشكل المقابل ومديني شكل هو راسب الرسمة غالبا بالنسبة جيلة قوي هجيلك الرسمة مرسومة ألف بجيم مسلس ويقول لك عندي ألف دال ده بينصف متوسط قال لي متوسط وده مش مسلس متساوي الصقيم قال لك رسم دال هي رسم سين دال سين دال كان بينصف زاوية سين ورسم هي سين كان بينصف زاوية سين عايز مني يا مستر المطلوب حضرتك تثبت أن دال هي بيوازي به جيم إثبت أن دال هي بيوازي به جيم دال هي ده أعيز نوعه بيوازي به جيم ده دال هي ده بيوازي به جيم ده ده المطلوب منحضرتك تعالي بعنشوف مع بعض السؤال ده نحله زي ده متوسط 를 كتبني المحطيات عشانا بحب 그래서 غشي من المحطياتonds أحب الطلب اللي يقولي كده قوي أستفاد من المحطيات لسه أول مطلوب عندك بيقولك أن ألف سين ده متوسط أو أول كلمة مكتوبة كده ألف سين ده متوسط أيه كمان يا مستر مكتوب في السؤال تاني غير ألف سين ده متوسط مكتوب كمان النزال سين بينصف زاوية ألف سين به يعمل منهج السنادي دي دي منهج الحصة دي طبعا بيقولك كمان إن هي سين إن هي سين ان سين هيه او هيه سين بينصف زاوية الف سين جيم المطلوب يا مستر مني المطلوب من حضرتك تثبت ان ده هيه بيوازي به جيم الحل تعاني نحل المسألة بقى قلنا مئة مرة بنستفاد من المعطيات بما ان الف سين ده متوسط في المثلث اللي اسمه الف بيه جيم من يقول المتوسط بيعمل في القاعدة بيقسمها نصين يعني معنى الكلام ده هستفاد ان به سين بتساوي جيم سين يعني لو شفت به السين يحطẫnها جيم سين دي الإجابة رقم واحد طيب ايه كمان بما ان عندي زاوية الف سين به اتنصفت بدال سين يعني دال سين ده اسمه منصف لزاوية الرأس ألف سين به كلهuru شايف المثلث ده ده باي نصف زاوية الرأس مستف hurts المثلث مع Island لكده وايه المشكلة حنا بنفصل اتفهم احنا قولنا لما يكون عندي منصف زاوية الرأس دوت بيعمل ايه بيقسم من القاعدة، كلمة القاعدة قدرراد رأس دلوقتي. تبقى ضيدا القاعدة اللي قدامها. كان pH من الرأس الى فوقق القاعدة تحتها. يبقى إذا نصفها زاوية الرأس القاعدة ستقسم Lei selected كم جزئين، نسبة بين الجزئينة تسوي النسبة بين الدلعين فين كم دلعين ؟ ضلعين الزاوية سين سؤال بقى في المثلث ألف به سين لا بقى تميل ذلك م th people ألف به سين الزاوية سين من الدلعينрей سقول لها ألف سين و سين به أنا وافق ألف سين و سين به وهنا يقول لها مثلا ذهما قوم سين به و suicها ألف و في ريحتك قل ل vài 2 صح النسبة من الضلعين بس لو بدأت من الضلع دا تبدأ من الجزء Matte Hun لو بدأت من الضلع دا تبدأ من الجزء Matte Hun يبقى السين ألف على سين به متساوي ألف دال على دال به قسمت ده رقم أثنين ح cosa قال لي كمان بعد كده أن ه ago سين بينصف زاوية سين في المسلسة الثاني وهقول له بما أن هه سين بينصف زاوية. ألف سين جيم في المسلس ألف سين جيم. أستفاد من كده إيه؟ قلنا لما يكون ده بينصف الزاوية دي. يبقى النسبة بين الضلعين، بتسوي النسبة من الجزئين. النسبة من الضلعين، بتسوي النسبة بين الجزئين. يعني أستفاد من كده أن ألف سين على سين جيم، حتساوي ألف هه على هه جيم. ألف هه على هه جيم. تعال لنسمي دي رقم 3. تعال بقى نبص على واحد ونبص على الثانين وعلى الثلاثة، واحد بتقول انك لو شفت باه سين هي نفسها جيم سين، اه باه سين هي وجيم سين هي ايه؟ 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 بتسوي دي؟ اه ودي الف سين ودي الف سين معنى الكلام ده ان النسبة دي كلها هي نفسها النسبة دي كلها، اه يبقى من واحد واثنين وتلاتة هنستنتجانا انet Al-Dal علىal-B, متساوي Al-H علىal-G. مثلا كنت تقول بسرعة طاني معيني ما اقولوها بسرعة. بS بتساوي G-C يعني المقام ده هو المقام ده. وانا شايف البصت "... هو البصت. كلام ده المعنى النسبة كلها بتساوي النسبة دي مع اللي كلها. ادام النسبة دي بتساوي النسبة دي بقدروا بصده بعض. تعالوا بصaza الكلام ده المكتوب معنى ايه بالياس ما بقب. انا زبدت ان Al-Dal علىal-B . بتسوي ألف على هيجيم أشكرك اللي جاوبت معايا ده اللي خدناه في حصة التوازي في حصة اللي قبل اللي فاتت عدم الأجزاء دي متنسبة يبقى الأضلع دي متوازية في المسلس يعني استفاد من كده ندال هيه بيوازي به هيجيم وهو المطلوب إيه إثباته ناخد مسألة بقى كل ده تعقيد مباشر عشان أفهمك الدرس ناخد مسألة بقى جميلة كده للطلب الشطار مش صعبة ولا حاجة مسألة جميلة جدا وكمنتهج دمال يقولك في الشكل المقابل مديني شكل اهو في الشكل المقابل ألف به جيم مسلس رسمة رسمة ألف دال بينصف زاوية ألف يبدأ درس النهاردة بيقولك أن به دال ده ب 12 سنتي بيقولك أن به جيم ده ب 18 سنتي عايزة يا مستر هقول تاني ألف به جيم مسلس ألف دال بينصف زاوية الرأس به دال 12 دال جيم 18 محيط المسلس ألف به جيم ب 80 الناس بقى بتطنش المحيط ده يعني هو بيقولك أن المحيط 80 تروح أنت مطنشه لأ طبعا لازم تطبق اللي هو قالك عليه لابطبقه ازاي هقول حالا أول حاجة أنا عندي محيط المسلس 80 هو محيط المسلس بستويه مجموعة أطوال أضلع أنا ببدأ أستفاد من محتاطة الأول أنا أحب أسمع كلمة محيط ما أحسن نشعر ديها أبدا الأول واحد يقول لها مستطمانون الأول ألف دال بينصف زاوية ألف بالنسبة من الضلعين بتسوي النسبة من الجزئين موافق ما عنديش اعتراض على فك آه هسمع كلامك بما أن ألف دال منصف ينصف زاوية به ألف جيم أستفاد من كده إيه إن النسبة من الضلعين بتسوي النسبة من الجزئين همسك الضلعين الزاوية ألف به وأسمعه معاه لألف جيم وهمسك جزئين القاعدة 12 على 18 يقول لي بسطها موافق ولما بسطها برضو عادي موافق لما بسط ده على الستة فيها الثلاثة على الستة على الستة فيها الاتنين على الستة فيها الثلاثة يعني النسبة من قلب بإيه إلى قلب جيم اثنين إلى ثلاثة تعالي بنا نشوف إيه العلاقة ده عايز واحد يقول لي يا مستر ينفع سامي دي اثنين كاف ودي ثلاثة كاف إجابة ممتازة واللي علمك كده ممتاز جدا عادي أنا بس أنا مش هعمل كده بس أنا أشكرك اللي بيقول كده صح وما لها تعمل يا مستر على فكرة اثنين كاف تعالي لتها كاف دي صح طبعا وإجابة ممتازة بس أنا أقول لك هعمل دلوقتي هو بيقول لي محيط المسلس كله لأنه ما عنديش قلب به وبقلب جيم ماينفعش معادلة يبقى فيها رمزين أنا عايز أخلي الرمزين دول رمز واحد عشر رمز فحل لها طب هو محيط المسلس بسيه مجموعة أطوال أضلاف يعني ألف به زائد ألف جيم زائد الدلق ده كله ثم تجيب قيمته اثناشر وثمانتاشر يا مستر يديني معايا تلاتين صح جده اثنين وثمانية عشرة واثنين وواحد ثلاث كل ده بيساوي كام قال لك ثمانين طب ما نودي الثلاثين ناحية التانية إيه ده ده أنا وصلت من مجموعة الاثنين طلع خمسين من لما طلعت الثلاثين ناحية التانية ده ثلاثة كاف وعوض بهم واجيب الكاف وعوض صح واحد ثلاثين يقول لي إيه رايك نعملها بطريقة ستة فده أنت قلتنا على النهاردة عايزة أقول ألف به إلى ألف جيم اثنين إلى ثلاثة إلى المجموعة ليه مثلا هتقولي المجموعة لأننا عندي مجموحهم مجموحهم خمسة وأحط الخمسين هنا تعرف تجيب ألف جيم في ثانية ثلاثة في خمسين على خمسة يعني تلقى الثلاثين سنتي ألف جيم بتلاثين سنتي جيبته واحد يقول لي بقى كده أقولي اثنين في خمسين على خمسة صح اثنين في خمسين على خمسة يديني عشرين سنتي يبقى أنا جبت تلاثين سنتي وده عشرين سنتي حليتها جبت تلاثين وده عشرين سنتي دي سماع سنتي وعملتها بستة تدائق والسؤال خلص واحد تالي كنت عايز تقولي يا مستر بتالي كنت عايزة عامل قواصة التناسب مش أنا لسه إليك أنا عندي مجموعة لتنين دول إيرك أقول مقدم زائد تالي على تالي لو قلت ألف به زائد ألف جيم عندي مجموحهم خمسين واسيب ألف جيم زي ما هو زي ما عملت هنا هعمل هنا اثنين وثلاثة خمسة على الثلاثة أنا بحب دي اوى على فكرة لو أنا عايزة جيب ألف جيم هعمل مص هقول خمسين في ثلاثة على مين خمسين في ثلاثة على الخمس طريعة تلاثين طبعنا لسه جيبها جيبناها بستة ابتدائي جيبناها بالنتالة عدادي جيبناها بقولها سنوي طريعت معي تلاثتين سنتر ساعتها دي تلاثين هتعمل تعوّب بقى هنا ما هو مجموحهم لاثنين خمسين واحدة تلاثين يبقى التانية كام عشرين يبقى أنا جيبت الأطلاع اللي هو كان عايزها والسؤال خلص صعب الكلام ده ناخد يا مستر ملاحظات مغاية الأهمية عايزة أقول شوية ملاحظات كده مع بعض ايه هي تعال نشوف عندي مسلس زي ده كده اهو بيقولك ألف ب اهو مستر مقائم ماشي أرسمه قائم اهو يا عم مسلس زي كده اهو ألف ب جيب مسلس أنا هرسم منصف داخلي أنا هرسم منصف داخلي اهو هنصف زاوية ألف من جو بمنصف وبعدين همد ده على استقامته ليه يا مستر عشان نرسم منصف داخلي خارجي فهنصف الزاوية من الخارج عايزة أوريك حاجة بنفسك اهو هنصف الزاوية من بر تعال بقى نطول القاعدة دي عشان يتقابله مع بعض اهو أنا طولت القاعدة مع حضرتك اهو ايه بقى لعندي المثلس بتاعي له مسلس لسود اللي هو الجميل الحلو ده اهو المثلس بتاعي المثلس لسود ألف بهجي نصفته من جوه بمنصف اللي هو لونه أحمد ده اسمه ألف ده ومنصف بره اللي هو الأزرع ده الاسمه ألف هي منصف خارجي حد خبله من حاجة اهو يا مستر الزاوية دي كلها 180 درجة كنا خدنا قاعدة في سنة تانية قولي عددي بتقول ان لو عندي منصف هنا دي كلهم 180 درجة دي كلهم زاويتين متكاملتين ده كده ودي كده زاويتين متكاملتين لو نصفت الزاوية دي ونصفت الزاوية دي يبقى لازم زاويتين ده المواطن يكون قياسهم 90 درجة تعالي نشوف ليه اللي عايز تثبتها يعني لو أنا سميت دي سين مش دي تبقى سين اهو يا مستر دي سين ودي سين طب لو سميت دي صاد مش دي صاد اه يا مستر صاد يبقى أنا عندي اثنين سين زاق ال اثنين ساب بتساوي 90 اسم عن ال اثنين يبقى سين زاق Fields بتساوي 180 لو اسمت على ال اثنين يبقى السين زاق Fields بتساوي كام 90 أنا ليه عايز اقولك الملحوظة اللي هقولها دるوقتي بس حابيت اذبتها لك القول بتقول الملحوظة بقى المنصف الخارجي والمنصف الداخلي لزاوية رأس مسلس تاني المنصف الداخلي والمنصف الخارجي لزاوية رأس مسلس لازم يكونوا متعامدان. يعني عندي ثلاث حاجات بيجوا متلازمين. المدرس هيديني اتنين ولا استنتج التالتة. لو عندي ألف منصف خارجي. أو بينصف زوية رأس من الخارج. لو عندي ألف دال منصف داخلي. يعني مصف داخلي؟ يعني بينصف زوية الرأس من الداخل. وعندي أستفاد من كده أني لازم ألف وآلف دال يكونوا متعامدان. عمودي أنا على بعض. دي عن الزوية اللي بينهم تسعين. المدرس هيقول اثنين ولا أستنتج التالت في المسألة. يعني لو قال لك إن الزاواري 90 والف إيه منصف خارجي ماذا تستنتج؟ جدع. استنتج إن ألف ده ده منصف داخلي. ولعكس لو ألف ده منصف داخلي والزاواري 90 يبقى استفاد إن ألف إيه إيه؟ منصف خارجي. طب لو قال بقى إن ده منصف خارجي وده منصف داخلي. أستفاد من كده إن الزاواري ده كم درجة؟ 90. إن هو حد ينساني. واحد يقول لي يا مستر من الممكن نستانتك حال كمان قولي يا حبيبي يقول لي يا مستر مشانا ده منصف داخلي انت قلت لي بقى ألف به على ألف جيم هتساوي به در على ده الجيم اقول له صح وقلت لي بقى أدم ده منصف أدم ده منصف من الألف هيه بينصف من برة يبقى النسبة من الضلعين ألف به على ألف جيم بس خلي بالك يا مستر خلي بالي من ايه انا خدت الضلع الصغار الاول يبقى تاخد الجزء الصغار الاول هقول هيه به على هيه جيم من يقولي من واحد وبنين استنتج من كده ايه استنتج من كده ان بهدال على دال جيم اللي هو بهدال ده على دال جيم ده هتساوي هيه به على هيه جيم خدت بالك ماشي في الاتجاه ده مشت في الاتجاه ده عارف لو انا قلت جيم دال على دال به هقول هيه جيم على به يبقى بهدال على دال جيم هقول بتساوي هيه به على هيه جيم دي كده نحظناها اللي هو النسبة من الجزئين من الخارج بتساوي النسبة من الجزئين من ده النسبة من جزئي القاعدة من الخارج بتسوي النسبة من جزئي القاعدة من الداخل أشكر في حاجة تانية مهمة جدا بيقولك لو أنا عندي مسلس متساوي السقين قلناه نقولها تاني النهاردة مسلس متساوي السقين لو أنا عندي مسلس متساوي السقين المسلس المتساوي السقين ده لو أنا نصفت زاوية الرأس من الداخل هو متساوي السقين لو نصفت زاوية الرأس من الداخل هتعمل ايه هتنصف القاعدة وعمودي على القاعدة طيب لو انا نصفت زاوية الرأس من الخارج حد خبره من حاجة اه يا مستر عمرها ما هتنقسم القعدة وما هتبقى ايه هتوازي القعدة ثاني داني ده مسلس متساوي الساقين ودان ده مساوي الساقين يبقى زاوية النظر بيساوي بعض وزاوية النظر بيساوي بعض هتلاقي دي بتساوي دي يبقى اذا المنصف منصف زاوية الرأس من الخارج منصف زاوية الرأس من الخارج للمسلس المتساوي الساقين ما له يوازي القعدة تاني منصف الزاوية الرأس من الخارج للمسلس المتساوي الساقين بيوازي القعدة هو حد ينسب من الحوصات المهمة دي طيب ديني مسألة تانية يا مستر بقى يكون فيها منصف من الداخل ومنصف من الخارج موافع بس قبل ما تديك كده عايزين ناخد قانون عشان نستفيد بقى من الدرس على بعضه قانون مهم جدا هنختم به النهاردة القانون ده ونكمل الحصة الجاية ان شاء الله لو انا عندي مسلس كده قالب بهجيم وعندي ده منصف زاوية رأس من الداخل قالب دال وحبيت اجيب طول المنصف احنا تعلمنا بعض نوع ده ازاي نجيب الاضلاء وازاي نجيب الاجزاء عايز اجيب طول المنصف نفسه قالب دال في قاعدة ظريفة او بتقولك لما يكون منصف من الداخل حاصل ضرب الضلعين لان الضلعين ساعتها بيبقوا اكبر حاصل ضرب الضلعين قالب به في قالب جيم ناقص حاصل ضرب جزء لان هيلاقي اثبات طبعا بس الاثبات البرهان لا يمتحن فيه الطالب يبقى قالب به في قالب جيم بتساوي به دال في دال جيم يعني النسبة طول المنصف يساوي الجزر التربيعي لحاصل ضرب الضلعين ناقص حاصل ضرب الجزءين النسبة بتساوي جزر جزر حاصل ضرب الضلعين ناقص حاصل ضرب الجزءين ده لو كان من الداخل طب يا مستر لو كان من الخارج اشوف معاك حالا اهو ادي مسلس اهو وهنصف زاوية الرأس من الخارج يبقى طول المنصف ده اللي اسمه ألف هه ده اقدر اجيبه طبعا اقدر اجيبه قالك لو هو ينصف من الخارج يبقى العكس ليه يا بستر العكس لان من فاش تبقى تجزل سالب انا عندي الجزء ده والجزء ده اكبر من الاضلع نفسها يبقى معنى كلام ده هدى بالاجزاء المرادة هه جيب في هه به حاصل ضرب جزئي القعد ده لما يكون من الخارج لان اجزاء القعدة اكبر يبقى المنصف الداخلي طوله بجيبه ازاي حاصل ضرب الضلعين ناقص حاصل ضرب الجزئين تحت الجزء طب المنصف الخارجي حاصل ضرب الجزئين ناقص حاصل ضرب الضلعين هناخد مسألة واحدة ونختم بها النهاردة ونكمل الحصة الجاية ان شاء الله بالتفصيل المنصف الداخلي والمنصف الخارجي بس ناخد مسألة واحدة نشوف ازاي نجيب طول المنصف بمنتهى السهولة ودرس جميل جدا تعالوا نشوف مع بعض سؤال جميل اهو بيقول لك ألف به جيم مسلس. ألف به جيم مسلس. ألف دال بينصف زاوية رأس المسلس ألف. وبيقول لك ان ده تسعة سنتر. وبيقول لك ان الدرع ده خمسشار سنتر. ومديني دال جيم ستة سنتر. ايه يا مستر? انت عايز ايه? عايز ألف دال. مستر مش هادل اجيب ألف دالي لما اجيب دال الجيل الاول. اشكرك. نستخدم بقى النظرية اللي خدناها النهاردة. بما ان. ألف دال ينصف زاوية ألف من الداخل. يبقى النسبة من الدلعين خمس تاشرة على التسعة. بتسوي النسبة من الجزئين. اجيب من دال على ستة. تعرفت جيم جيم دال? اه يا مستر. هعمل خمس تاشرة في ستة على التسعة. هحسبها بقلته الحزبة. طلع المنصة. طلع طول به دال ده بعشرة سنتر. طلع عندي به دال دال اللي انا كنت عايز اجيبه ده عشرة او جيم دال ده ثلع معيها بعشرة سنتر. جبت ده بعشرة سنتر. أقدر دلوقتي أجيب طول المتقوم المنصف آه إحنا هلسة واخدينها دلوقتي هقول الجزر بقول الجزر لما يكون عايز طول المنصف نفسه يبقى أقول الجزر حاصل ضرب الأضلاء لأنه لو خدت بالك الأضلاء أكبر يبقى لازل تقع في الجزر الدقب الكبير ناقص حاصل ضرب الأجزاء تحسن ده بقالتك الحزبة هيطلع معاك جزر 75 اللي هي 5 جزر 3 سنتش يبقى أنا كده جبت معايا طول المنصف سيان بقى كان بالداخل أو من الخارج هقدر أجيب طول المنصف وأظن الدرس جميل جدا وخلص وأشكركم وطلع درس جميل احنا كده خدنا منصف زاوية الرأس المسلس من الداخل أو من الخارج اللي هو درس 3 في الوحدة التانية كده فضلنا يا أولاد عكس النظرية هنشرحها المرة الجاية تانية ونوضح ندي عليها مسائل عشان ما خدناش عليها مسائل وهنكمل يبقى فضلنا 3 دروس ونخلص ما نجلها الناسة إن شاء الله أتمنى تكون استفدتم من الحصة ديت وكل سنة نطيبين وإن شاء الله كل حصة ونقابلكم الحصة الجاية إن شاء الله يوم الخميس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معاكم مستر إسماعيل معروف من منصة البس المباشر على وزارة تربية وتعالي السلام عليكم